بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم حلقة في غاية الأهمية حينما تتخطى سحرا مرشوشا أنت لست مقصودا به من الأساس كيف تعرف أنك تخطيت ذلك السحر وكيف تعالجه الحقيقة هذه المشكلة وقع فيها كثير من الناس يكون السحر مرشوشا لغيرهم فيتخاطونه بحسن نية وسلامة قصد ولا يعرفون أصلا أن هذا الماء المرشوش على الأرض فيه سحر بمجرد أن يتخطوا هذا السحر يتلبس بهم مباشرة تبدأ أعراضه تظهر عليهم هناك علامة أكيدة تستطيع من خلالها سأذكرها في هذه الحلقة تستطيع من خلالها أن تعرف أنك تخطيت سحرا أنت في الأساس لست مقصودا به ليس هذا فحسب سنعرف في هذه الحلقة أيضا كيف نعالجه إن ظهرت أعراضه علينا كونوا معنا وتابعونا حتى نهاية هذه الحلقة أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حقيقة السحر المرشوش من أخطر المشاكل سواء كان الإنسان مقصودا به أو غير مقصود به هو يمشي عليه دون أن يعرفه وتتأزم المشكلة إذا كان الإنسان غير مقصود به لأنه حينئذ يكون لا زنب له ولا جريره إلا أنه خطأ على نفس المكان الذي رش فيه السحر لغيره لكن نريد أن نعرف يا جماعة الخير لو أنا خطيت على سحر مرشوش حتى ولو كنت غير مقصودا به كيف أعرف أنه تلبس بي وصرت مسحورا وستظهر علي نفس الأعراض التي كان يقصدها الساحر على ذلك الشخص الذي قصده بالسحر وتخاطيت أنا بدلا منه نعرف يا جماعة الخير يعني وضحنا كثيرا قبل ذلك أن السحر المرشوش من أنواع سحر الطلاسم لأن سحر الطلاسم بينقسم إلى السحر المأكول والمشروب والمرشوش وسحر الأسر وفيها بيأتي الساحر اللعين فيقرأ طلاسمه الخبيسة على الماء ويعطيها لطالب السحر ويقول له في السحر المرشوش اذهب إلى من قصد بذلك السحر ورشها أمامه في طريق هو يمشي عليها بمجرد ما يتخطاها يتلبس فيه السحر مباشرة لكن المشكلة كما قلت بتتأزم لو أن غير المقصود بالسحر تخطى ذلك السحر فسيتلبس فيه أيضا ستظهر عليه يا جماعة الخير نفس الأعراض التي ستظهر على من قصد بذلك السحر إلا عرضا واحدا وإلا علامة واحدة ستظهر فقط على الغير مقصود بالسحر يعني لا نفترض مثلا أن فلان هذا أو فلان هذه رش لها سحر فلم تتخاطاه وإنما تخاطته فلان غيرها ستظهر على فلان غيرها هذه اللي هي مش مقصودة بالسحر يعني نفس الأعراض إلا هتظهر على المقصودة بهذا السحر لكن فيه علامة مميزة دي لا يمكن أن تظهر إلا على غير من قصدت بالسحر هتظهر على الإنسانة اللي مقصدتش بالسحر أو هتظهر على الشخص اللي مقصودش بالسحر لكن خلينا الأول نذكر الأعراض والعلامات كلها سواء مقصود أو غير مقصود وبعد كده في الآخر سأقول لك العلامة اللي هي هتظهر على الإنسان اللي بيتخطى السحر وهو مش مقصود به أسمعني الصلاة على رسول الله اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلاة كاملة دائمة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب آمين يا رب العالمين أولا يا جماعة الخير الأعراض اللي هتظهر عليك سواء كنت مقصود بالسحر أو مش مقصود به ألم شديد في أسفل القدمين خلي بالك وخصوصا قبل النوم قبل النوم ستبدأ تظهر عليك أعراض آلام في أسفل القدمين ثانيا حدوث قشعريرة كلما مشيت في نفس المكان الذي تخاطيت فيه السحر أول ما تخطي على المكان اللي هو ترشي فيه السحر سواء كنت انت مقصود بالسحر ده أو مش مقصود به تحس كده بنفسه في جسمك وجسدك أعزك الله وقشعريرة كأنه إنسان في مكان بارد أو في مكان مسلج ثالثا ارتخاء في عضلات الجسم أو ارتخاء في عضلات الساقين قبل الإنسان ما يتخطي السحر سواء كما قلت مقصود به أو مش مقصود كان نشيطا وكان كله طاقة وحيوية بمجرد ما تخطي السحر بدأ يحدث له هزال وكسل وخمول ومش عايز يخرج بين البيت ولا يزامل بالعمله ولا حتى يخرج من غرفة نومه دي العلامة الرابعة العلامة الخامسة والأخيرة صداع ودوخة مستمر وخصوصا حينما يترتبوا معك الصداع بعد العصر تجي كده بعد العصر تصدع ساعة أو ساعتين وبعدين الصداع يروح من غير حتى ما تخطي له أي مسك دي برضو إيه؟ يبقى أنت كده تخطي سحر مرشوش العلامة دي يا جبعة الخير سواء أنت مقصود بالسحر أو مش مقصود به لكن العلامة التي سأذكرها الآن خلي بالك تدل على أنك أو تدل على أنك تخطيت سحرا أو تخطيت سحرا أنت لست مقصودا به أو أنت لست مقصودة به السحر ترمى الحد تاني وانت عديت عليه بالغلق فليبس فيك السحر ترمى الحد تاني حبيبي وانت مشيت عليه بالغلق إلا بس فيك نعرفوا إزاي يا مولانا بهذه العلامة الأكيدة ظهور كدمات أو شيء يشبه الكدمات على الجسم حين تقوب من منامك تراها زي بيكون حد كده خبطك بحاجة أو أخدت كدمة أو أنت خبطت في حاجة فعملت كده كدمة على جسمك لونها يا جماعة الخير بيكون محمر أو مزرق محمر ونادرا ما يكون مصفرة بس لما يبقى مصفر لا تحتمل أن تضع عليه يدك يدك ما تحملش كده أي عزك الله تلميسه بإيدك ده لو كان مصفر إنما لو كان محمر أو كان محمر مزرق عزك الله مش هتحس بألم لو أنت تغطي عليه أو مش هتحس بألم أختي لو أنت تغطي عليه هتختلف المناطق دي قليلا بين الرجل والمرأة وحيانا يشتركان ويتفقان في مواضع إحنا كده هنبدأ بالنساء تكريما لهم نذكر المناطق التي تظهر عليها هذه الكدمات الحمراء تظهر أختي في الله بالنسبة أتحدث للنساء الآن أعلى الساق من الأمام أعلى الساق ستجدين كدمة أو كدمتين إما أن لهم محمر أو محمر مزرق وستستغربي جدا لأنه أنت ما تخبطتش في حاجة ما استضمتش في حاجة مش حاجة استضمت فيك قمت كده من النوم لبك وعليك وجدت هذه العلمات على جسدك في أعلى الساق من الأمام أو أسفل الركبة من الخلف ستجدين أيضا هذه العلمات أو بجوار العرقوب أو كعب الرجل أعزك الله تمام يبقى عندنا كده ثلاث مناطق للمرأة بتظهر فيهم هذه العلمات فين يا مولانا؟ إما أعلى الركبة من الأمام أو أسفل الركبة من الخلف أو عند العرقوب أو أعلى القدمين كما نسميها في بعض البلدان يعني كعوب الرجلين هذا بالنسبة للمرأة وأحيانا للأمانة يعني أحيانا وليس دائما بتظهر هذه العلمات أعلى الصدر بالنسبة للنساء أيضا داء بالنسبة للسيدات لو وجدت هذه العلمات على طول مباشرة تأكدي وتيقني أنك تخطيت سحرة منشوشا على الأرض ولم تكون مقصودة به خلاص طيب بالنسبة للرجال بالنسبة للرجل سيتفق مع المرأة في موضع وسيختلف معها في موضع سيتفق معها في موضع أعلى الركبة من الأمام أعلى الركبة من الأمام برضو الرجل سيجد هذه العلامة وسيختلف معها في موضعين يعني طبعا لا حياء في فهم العلم ولا حياء في فهم الدين الرجل يا جماعة الخير أغلب ما يظهر عنده وجود هذه العلامات في مكان العانى في منطقة شعر العانى لما يعني يتزين ويحلق عانته سيلاحظها ظاهرة جليا يعني علامة كذا محمرة أو مزرقة حمرى وكذلك يظهر عند الرجل في منطقة العضوطة أعلى الزراع إما اليمين أو اليسار لن يكون الفارق كبيرا يعني وبالنسبة للسيدات برضو في أرجلهم في اليمين أو اليسار لن يكون الفارق كبيرا المهم إن وجدتم هذه العلامات اعلموا وتيقنوا واخذوا حزركم وانتبهوا جيدا فقد تخطيتم سحرا أنتم غير مقصودين به طيب خلاص العلامات ظهرت وكل اللي قلت فعلا وموجود يا مولام كيف نعالجه؟ الحلقة التي قبل هذه الحلقة مباشرة وأنا سأطع لكم رابطها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو إن شاء الله حتى تشاهدونها أنا تحدثت عن السحر المرشوش بجهة عامة يعني على العموم وذكرت العلاج النافع الناجع المجرب لهذا السحر إن شاء الله إذا رجعتم هذه الحلقة ستجدون فيها العلاج لهذا أيضا لأن السحر سواء أنت مقصود به أو غير مقصود به لن يختلف علاجه أصلا يعني لن يختلف علاجه كثيرا إنما العلاج هو هو ستأخذ العلاج فقط من هذه الحلقة التي سأضع رابطها أسفل هذا الفيديو إن شاء الله وستكون النتيجة فعالة وواضحة وشافية وكافية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى هنا تكون انتعت حلقتنا لهذا اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته